رعى معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط وإفريقيا لزيت الوقود المتبقي الذي يقام بتنظيم من الشركة الأوروبية للاستشارات النفطية وشركة نفط البحرين بابكو بالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز ويبحث المؤتمر المعالجات التكنولوجية لزيت الوقود المتبقي في صناعات النفطية ومن جانبه أكد معالي وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة الخليفة على الأهمية المتزايدة لزيت الوقود المتبقي في صناعة النفط والغاز بالمنطقة لسيما في ظل التحديات التي تواجه مصافي معالجة الخامات الثقيلة في الاستفادة الكلية من متبقي الزيت من نواتج التقطير وأضاف معالي الوزير بأن المؤتمر يبحث عدد من المواضيع الرئيسية ذات العلاقة من خلال استعراض عدد من الأوراق العلمية والعملية التي سوف تسلط الضوء على التحديات الراهنة التي تشهدها صناعة النفط والغاز في العالم زيت الوقود المتبقي والتكنولوجيا المصاحبة له لها أهمية كبرى خصوصا على سواء في البحرين أو في الأقليم بالذات في خليج العربي وذلك لأنها تركز على تحويل المواد الثقيلة إلى مواد خفيفة غالية القيمة وكذلك صديقة للبيئة هناك العديد من التحديات التي تعتري صناعة النفط في العالم ومن بينها التشريعات ومنع التلوث الناجم عن السفن والحد من نسبة الكبريث ولذا فإنه من المهم أن يجتمع الخبراء من حول العالم لتبادل أفكارهم وخبراتهم هنا بحثا عن حلول تقدمها التكنولوجيا لزيت الوقود المتبقي أكد مصرف البحرين المركزي استمرار الالتزام بسعر صرف ثابت لدينار البحريني مقبل الدولار الأمريكي مشيرا إلى أن سعر الصرف الثابت يمثل مرتكزا أساسيا لسياسة النقدية بهداف الحفاظ على عملة مستقرة لدعم الاقتصاد وتوفير بيئة اقتصادية مناسبة جاء ذلك في بيان للمصرف البحرين المركزي في رده على وكالة التصنيف الاعتمالي ستاندرد أنبورس حيث أكد المصرف أن الاحتفاظ بسياسة نقدية ثابتة قد ساعد في تطور الأوضاع الاقتصادية خلال العقود الماضية لافتا إلى أن صندوق النقد الدولي سبق وأن أكد في تقييمه سنوي لمملكة البحرين على أن اتباع نظام سعر الصرف المرتبط بالدولار الأمريكي هو المناسب للمملكة وقد لفت المصرف إلى الأداء الإيجابي للاقتصاد البحريني الذي ارتفع خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 3.4% مقارنة مع نسبة 3.2% العام الماضي وقعت شركة طيران الخليج اتفاقية مع شركة ثالث لتزويد أسطول طيران الخليج الجديد الذي يتألف من 12 طائرة Airbus E320 Neo و 17 طائرة من طراز Airbus E321 Neo ووقعت اتفاقية لتزويدها بباقة من البرامج الإلكترونية الخاصة بإدارة الطيران بما فيها نظامي توب فلايت ونظام إدارة الطيران وصرح الكابتن وليد العلوي نائب الرئيس التنفيذي لطيران الخليج بأن اختيار أفضل النظم الإلكترونية في إدارة الطيران يضمن للناقلة الوطنية الفعالية الكاملة لعمليات الطيران وبالتالي تجارب أفضل للسفر ويعتبر نظام توب فلايت من أنجح أنظمة إدارة الطيران في العالم ويستحوذ على 70% من حصة السوق في هذا المجال ولا نتابع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل نشأ الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاة تعقدات هذا اليوم ونبدأ مع بورصتنا المحلية حيث أقفل المؤشر العام في المنطقة الحمراء على انخفاض بانخفاض نسبته 0.47% على مستوى 1274 نقطة وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 4.837.000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1.275.000 دينار تم تنفيذها من خلال 76 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التدول على أسهم قطاع الصناعة التي بلغت قيمة أسهمها المتداولة نصف القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة ونتابع الآن أغلاقات البورصات الخليجية وكما نلاحظ على شاشة أغلقت باقي البورصات في المنطقة الخضراء ونبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت بارتفاع بنسبة قارب 20 نقطة مئوية عند مستوى 7103 نقاط وسطى ارتفاع جماعي لجميع القطاعات بالبورصة السعودية نتحول إلى بورصة الكويت التي أغلقت بارتفاع بنسبة 0.13% عند مستوى 6211 نقطة وذلك لقوة التداول على مؤشر قطاعي السلع الاستهلاكية والبنوك ننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي ارتفع بـ 1.02% عند مستوى 4326 نقطة بسبب تقدم مؤشر قطاعي العقارات والسلع والبنوك فيما ارتفع سوق دبي المالي بنسبة 0.34% عند مستوى 3431 نقطة ويعود سبب الصعود لارتفاع مؤشر قطاعي العقارات والسلع الاستهلاكية في حين سجل السوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعاً كان الأكبر في تداولات اليوم بنسبة 2.24% عند مستوى 7930 نقطة بدعم من كافة القطاعات وعلى رأسهم القطاع المالي ترجمة نانسي قنقر